السلام عليكم ورحمة الله كيف الحال والاحوال فهذا الفيديو ان شاء الله غد نتقسم معكم تلخيص شامل ومتكامل لأحدى النظريات التعلم الاكتر شهرة لا وهي النظرية السلوكية اولا قبل اكل شيء هذه النظرية السلوكية من بين الرواد ديلها او للمؤسسين ديلها هما واتسون وطورها كل من مالفوف وسكينر وتورندايك ان الاتجاه السلوكي يرى ان سلوك والتعلم نتيجة متيرات خارجية ويهمل العمليات العقلية الداخلية للإنسان قلت لهذه الدهاد نظرية السلوكية لا تهتم بالجوانب جوانب التفكير لدى المتعلم بل تهتم فقط بالكالمظهر الخارجي هذا النظرية السلوكية العكسية لها هو النظرية المعرفية النظرية المعرفية كما قلت لكم في الفيديوهات السابقة تهتم طريقة تسكن المتعلمين طريقة كيف يتعلم كيف يشتغلوا دماغه الخطط الدينية ديالي وكيف تشتغل. اما هذه النظرية السلوكية لا تعتم بكل هذه العمليات العقلية الداخلية للانسان. اعتمدت المدرسة السلوكية لمنهج التجاربي واستخدمت حيوانات في اجراء تجارب من اجل فهم السلوك الانتاني. تتحدث عن كيفية حصول تعلم من خلال ثلاث نماديش. يعني هذا الرواد بغاو يعرفوا كيفية حصول تعلم ودعو مجموعة من تجارب. تجربة اجراء الكراسيكي بالفوف. يقوم على مبدأ المتير والاستجابة في المتعلم مجرد متأثر ومستجيب بعوامل خارجية. داروا التجربة على الكلب. فعندما نعطي الكلب تعامل ونرفقه بصوت جرس في كل مرة. فبعد مدة اذا اطلقنا صوت الجرس بدون التعامل سيفرز الكلب ولعابا كاستجابة وتردد الفعل. مبدأ ملاكس الشرط. المتير هنا هو الصوت الجرس والاستجابة يا سلام سيلان اللعابات القصة مشهورة. هالتجربة. كنا لاشراء اسكينار يقوم على مبدأ التعزيز. المكافأة متأكد في الجرس والاستجابة. شيء حاجة بما نقول له. نعطيه الريكمبنس. المادح الى اخرى. وكذلك على عقاب. التعلم المقترم بالتعزيز. التعلم ايجابي. والتعلم المقترم بالعقاب تعلم وتلبي. التكرار والمحاولة والخطأ. يجب ان تديرها بعض المرات المتعلم يتتعلم بالتكرار والمحاولة والخطأ. إذا كي يحاول لحاجة بزاف المرات. ولا كي يحاول لكي يدير الأخطأ. تجربة تطور نضيك على القطة الجائية. حيث ادخل القطة الجائية يعني الى القفص. الى القفص يحتوي على رفعة. تمكنه من الخروج. يعني ديك السقطة باش كي يسدوه. لاكي من الخروج. وبعد ما حاولت عشوائية صد على القطة بالتكرار والمحاولة والخطأ. الخروج من القفص. هنا صد على واحد القط. واحد القفص. يعني مفتوح. ولكن داكت القط ما عارفة كيف نفس الشيء يخرج منه. واختنا المكلة في البردية للقفص. ولكن داكت مليدنا بزاف دي المحاولات والخطأ والتكرار. يستطاع ان يخرج. يعني. قال لك هنا المتعلم. إذا ربطنا بفضاء القسم المتعلم. رأيت عالموا بالمحاولة والتكرار والخطأ. المهم كانت مننا ان هذا الفيديو انى الاعجاب ديركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.